قرار يعتزل لعب كبير زي الكابتن حسام زي بركاته وبوتريكة واسلام الشاطر يعني كابتن اسلام تم جوسي ولما جوسي شعر انه لأ كان ممكن اسلام يكون مفيد سنة ولا اتنين كمان رجع اعتذر له وعظمه وارتبط به وشال المرارة والغضادة من نفس الكابتن اسلام لكن النادي الآلي زي ما انت بتقول فيه رؤية فنية يعني هل من المقبول ان يجلس حشام عشور السنة الجاية يقيم الناس فهمت تكريم ان انا اجيب لعب وما يعملش حاجة دمش تكريم وحيبقى متدايق وحيشعر انه مظلوم محدش لعب يحب يقعد ومايلعبش المسألة على مستوى العالم رونالدينهو اعظم لعيب يمكن جابته كرة ارضية من ناحية المهارات واخد احسن لاعب في العالم بعد سنتين كان برا برشلونة ما سمعناش حاجة عنه غير لما دخل بعد تلات اربع سنين في المشكلة الاخرانية دي وكان بلعب في اندية محلية في البرازيل اذا انهج بعد ما وصل لكده لازم انت مش بتناقش قيمة اللاعب انت بتناقش اللحظة ايبا القدرة القدرة وترى من كابتن نهادي وكابتن هوسام عرابي إحنا اللي كنا ومازالنا بنفخر بحسام عشور انه استطاعن يجمع كل هذا اى الزخم من البطولات الكابتن شادي محمد أكتر كابتن رفع بطولات وكؤوس الأين ماهونت زي ما إحنا كنا بننتقل شو أنت قلتلي كرة القدم لعبة جماعية مش لعبة فردية فاللعب يحقق مع الفريق مع المكان مع النادي بيتبادلوا المصالح بيتبادلوا النجاح مفيش حد لا النادي الواحد يقدر يحقق كل ده ولا اللاعب يقدر يحقق بدون أن يتوجد في هذا المناخ كان حيقدر يحقق كل ده فما تيجي لحظة صعبة زي القرار ده أنا مشفق على كابتن حسام لأن لحظة صعبة لحد من 7-8 شهور فاته كانت كابتن حسام محدش بيناقش فكرة أنه مكانه مش موجود كنا بنقول ساعات مش موجود ليه في المنطقة لكن في النادي لكن طبيعة المرحلة وظهور قوة جديدة وشباب جديد وتطور كرة القدم والصراع المحموم اللي بقى صعب جدا اللي جاي مش هيخدمه زي اللي فات طيب فالتعامل معه عملية حساسة لما تيجي تقول كابتن حسام من حقه ياخد القرار طبعا من حقه ياخد القرار ككادر من الكوادر لكن بشرط واحد ان ما حاجه يستسمر هزي اللحظة نطعن لا في حسام ولا في النادي الآن ايوه هنا نقف شوية نقف شوية لأنها نقطة مهمة جدا احنا قرنالكو واكيد حضراتكو تابعتو بيان لجنة التخطيط ده مكتوب كلمة كلمة عايزين ننعش عن تفاصيل اللي حصل اه عن تفاصيل اللي حصل ما ان اعلن هذا البيان